موسيقى سلام الله عليكم مشاهدين من العاصمة السورية دمشق في هذه الحلقة الاستثنائية التي تأتي في الذكرى السادسة والستين لنكبة فلسطين مأساة العصر الحديث ووصمة العاري في تاريخ العالم المتحضر في هذا اليوم اقتلع شعب بكامله من أرضه ليحل محله مجموعات بشرية جاءت من كل أسقاع الأرض بدعم من القوى الاستعمارية في ذلك الوقت من عام 1948 حيث أعلن قيام دولة غير شرعية سموها إسرائيل مارست هذه الدولة منذ نشوئها حتى اليوم أبشع مجازر التاريخ على الإطلاق في هذه الذكرى وفي هذه الحلقة الخاصة والاستثنائية التي تأتيكم من دمشق نستضيف فيها السيد أحمد جبريل الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة أسعد الله مساءك سيد أحمد جبريل أهلا وسهلا فيكم حياك الله سنتحدث مشاهدين مع سيد أحمد جبريل على المآلات هذا النضال الوطني الفلسطيني بعد أكثر من ستة عقود ومستقبل القضية الفلسطينية في ضوء الأحداث الراهنة أبو جهاد يعطيك الصحة أهلا وسهلا فيكم أنا لفتني اليوم في ذكرى النكبة بيان صدر عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة وبالتحديد لفتني أحد عنوين هذا البيان أحد عنوين هذا البيان يقول الربيع العربي يشكل امتدادا للنكبة الأولى قبل ستة وستين عاما هذا العنوان في بيانكم أبو جهاد يعني ما الرابط بين الربيع العربي وبين نكبة فلسطين ولماذا تصفون الربيع العربي بأنه امتداد لنكبة فلسطين بسم الله الرحمن الرحيم هو كنت أود أنا أن نتحدث عن هذه المناسبة والذكرى ستة وستين أنا أردت أن تكون مدخل للحديث عن المناسبة على كل حال ما هو نحن نأخذ كلمة الربيع يعني هي بداية التحول الطقس من طقس عاصف وشتاء وإلى قريب إلى الإزهار والإثمار فنحن حقيقة في البدء تفائلنا في هذا الأمر عندما حدثت هذه الانتفاضة الشعبية في تونس ثم هذا الموضوع انتقل إلى مصر إلى مصر كان ديفيد وحقيقة نحن نشعر كشعب فلسطيني وكأمة عربية وإسلامية أن خطف مصر في عهد السادات من موقعها التاريخي في المساند لهذه الأمة وقيادة هذه الأمة ليضعها في موقع معادي لهذه الأمة يعني نحن ننظر أنه هذا كان ربيع أن نرى خليفة للسادات اللي هو محمد حسن مبارك يثور عليه هذا الشعب صحيح كنا نصهر الليالي وننظر إلى الشاشات لتمرد الشباب المصري لكن لا نخفي عليكم أننا كنا غير مرتاحين لأننا لم نكن نرى الشعارات السياسية كل ما هناك أن الظلم والفساد وإلى آخره في مصر شعارات داخلية شعارات داخلية في هذا الموضوع فقلنا علينا أن نتحمل لا ينتهي هذا العهد البائد الذي في مثل هذه المناسبة الستة وستين قبل ثلاث سنوات أو أكثر حسن مبارك أرسل للقيادة الإسرائيلية برقية تهنئة في عيد استقلال وإنشاء إسرائيل ارجعوا للأرشيف في هذا الموضوع فيعني كنا نحن متحمسين لإسقاط هذا النظام نظام كام ديفيد بالمناسبة أبو جهاد هذا يقودني لسؤال وأنا وضعته من ضمن المحاور والأسئلة التي سوف نسألها ولكن تركته للنهاية والآن نتحدث عن عهد جديد في مصر بالمناسبة نحن تغطيتنا هنا في دمشق اسمها من دمشق هنا القاهرة الآن هناك عهد جديد السيسي يترشح الانتخابات تقول المؤشرات أنه سيفوز سننتظر هل لديكم اتصالات مع القيادة الجديدة المصرية؟ نحن يعني تواصلنا مع بعض سقوط حسني مبارك كان هناك تواصل وزرنا القاهرة أثناء مباحثات موضوع المصالحات الفلسطينية في زمن محمد رئيس محمد مرسي مرسي طبعا مرسي وأيام حسني مبارك في 2005 زرنا مصر هناك في ذلك الوقت وعملنا الاتفاق الأساسي كما تذكرون في هذا الأمر نحن نعتبر مصر لها قيمة كبيرة وأهمية سياسية مهمة جدا في مستقبل أمتنا وفي صراعنا مع هذا العدو الإسرائيلي وهذا إذا رجعنا إلى التاريخ صلاح الدين الأيوبي استطاع في أثناء قبل دخوله إلى مواجهة الصليبيين في حطين بأن كان له جيش من الشمال وجيش من الجنوب من مصر هو تلاقي مصر مع سوريا وأيضا في حرب 56 هذا التلاقي وفي عام 73 هذا التلاقي فكنا يعني ننظر أنه لمصر ومن يقود مصر نحن مضطرين أو متشجعين لنبني معهم علاقات شو رأيك؟ لكن هذه العلاقات ما كانت أنا أقول إلى مستوى كبير يمكن هم لا يرون أننا من اللاعبين الأساسيين في هذه الساحة طيب أنا رأيك الشخصي بالمشير عبد الفتاح السيسي كيف ترى أنا لا أريد أن أتحدث فقط عن مصر لكن بما أنه تحدثنا عن مصر البعض يقول بأنه يعيد تاريخ عبد الناصر تؤيد هذا أنت عصرت فترة عبد الناصر شوف لا أحكي لك يعني أنا أخذ مشاعري أنا شخصية رأيك الشخصية رأيك الشخصية يعني أتمنى أن يكون السيسي هو عبد الناصر جديد ما أحكي وأنا عاصرت الرئيس عبد الناصر منذ انتصار الثورة وحتى استقالة محمد نجيب وكل هذه المرحلة وكنت أشعر أن عبد الناصر طرح منذ البدء ليس قضايا مصرية داخله بل أيضا طرح قضايا قومية قومية في هذا الأمر الآن السيسي قد أرتاح أنا إلى تصريح له يقول أنه إحنا يجب وقف التآمر على سوريا وعدم تجزئ السورية وأن يكون هناك حل سياسي في سوريا هذا موضوع مناقض طبعا أنا سأختم بموضوع مصر أبو جهاد إذا تسمحي إذا فاز المشير عبد الفتاح السيسي أو حتى المرشح الآخر حمدين صباحي ستذهب للمباركة للقيادة المصرية بس لحيث لكن أنا أقول لك أنا لم أرتح لبعض التصريحات لأسيسي الأخيرة عندما يقف ويقول أن علاقتنا مع أمريكا علاقة استراتيجية ومتينة ما حدا بيجبره أن يقول يعني كل هذه الشعوب حتى دول أقل من مصر أهمية سياسية تقول أنا سأبني علاقات مع الدول استنادا لتأمين مصالحي فما في لزوم كان لمثل هذا الموضوع ما في لزوم أن يقول أول زيارة لي ستكون السعودية هو قادر يقول أننا سنولي همية كبيرة إلى الوضع الاقتصادي وسأزور الدول العربية لمساعدتنا في هذا الوضع يعني هذه التصريحات أنا أرى مضرة بالسيسي ستذهب للمباركة للرئيس المصري الجديد بينما أرى بالنسبة لحمدين صباحي مواقفه وبرنامجه السياسي أكثر وضوحا في هذا الأمر على كل حال نحن موعودين أن نتم لقاء في القاهرة بعد الانتخابات كفلسطينيين لنتابع البرنامج الذي اتفقنا عليه في في لقاءاتنا التي تمت في عام 2011 طيب أبو جهاد العودة إلى الذكرى 66 السادسة والستين لنكبة فلسطين أين أصبحت المقاومة الفلسطينية اليوم المقاومة الفلسطينية التي انطلقت وكنت أنت من مؤسسيها هلا أحنا يعني هو مرات الناس تنسى وتقول أنا ذكر هذه النكبة 66 عاما هذا شعبنا الفلسطيني مئة عام وهو يواجه مخطط خطير استعماري يستهدف هذه الأمة على رأسها موضوع فلسطين هو مخطط استعماري كالمخططات التي مرت على هذه الأمة في القرن العاشر في الحروب اللي بيسموها الصليبية هي حروب الفرنجة أخذت في ذلك في القرن العاشر طابع إعادة الصليب إلى القدس والعرب والمسلمين ما شاءلوا الصليب من القدس حتى يعيدوا الصليب من القدس أيضا نرى أنه والله منذ مئة عام بدأ بدايات جدية استعمارية لمسك هذه المنطقة ووجدوا أنه من الضروري وجود هذا الكيان الصهيوني على أرض فلسطين فلذلك كان وعاد بيلفور عام السبعتاش ومنذ عام السبعتاش وشعبنا الفلسطيني يواجه في معاركة مستمرة وفي ويواجه استعمار بريطاني يجسم على الأرض الفلسطينية يعني الانتذاب البريطاني سكي الانتذاب اللي استعمر فلسطين البند الثاني منه هو المساعدة لإنشاء وطن قومي لليهود على أرض فلسطين في ذلك وجابوا منذوب سامي أول منذوب سامي يهودي كان هربرت سومويل في ذلك الأمر ويمكن كثير من المشاهدين لا يعرفون أنه في عام 1917 عندما أعطي وعد بيلفور البريطاني أعطى هذا الوعد لم يكن على أرض فلسطين أكثر من خمسين بين أردين إلى خمسين ألف يهودي يعني حي من أحياء صغيرة من مخيم اليارموك أو حي مخيم أبو جهاد استميحك عذرا يعني إذا أردت أن أستعرض معك تاريخ الحركة النضالية الفلسطينية فهذا سيأخذ ساعات من الوقت على اعتبار أن لك تجربة مباشرة في هذا التاريخ الفلسطيني نفصل خيار المفاوضات الفلسطينية أن تعرضت المفاوضات الفلسطينية منذ بدءها اليوم أبو جهاد أحمد جبريل كيف ينظر إلى تصلب موقف القيادة الفلسطينية السلطة الفلسطينية تجاه موضوع المفاوضات والقول لا للولايات المتحدة الأمريكية ولإسرائيل في موضوع الاستيطان وفي موضوع الذهاب إلى المفاوضات وتمديدها والإصرار على الدخول في مؤسسات وهيئات الأمم المتحدة ورفض الإملاءات الأمريكية هل تشجعون وترحبون بمثل هذه المواقف نحن وجهة نظرنا واضحة وهذا الكلام ليس هو جديد ونحن منذ خمسة وخمسين عاما لم نغير نقول هذه فلسطين أرضنا أرض الآباء والأجداد أرض التاريخ حتى قبل الأديان هي أرض الفلسطيني قبل التاريخ يعني قبل الأديان قبل سيدنا إبراهيم الخليل وقبل موسى وقبل عيسى وقبل سيدنا محمد هذه أرضنا فهذا الموضوع ليس من السهل أن نقبل أن هذه الأرض تأخذ مننا ويقتلع شعبنا بقوة النار والتدمير والمجازر ليطرد وهذا الشيء أنا بحكي لك يا لو تقرأ ببواطن الكتب والتاريخ القرن التاسع عشر والعشرين والوحدة عشرين لا تجد مثيلا لما حدث لشعب فلسطين في هذا الأمر مئة عام وهو يصارع هذه القوة فنحن من الناس الذين يقولون أن يجب أن تستمر المواجهة ونحشد طاقات هذه الأمة لأن المعركة ليس معركة بين الفلسطينيين وهؤلاء اليهود فهذا تصغير حقيقي لطبيعة هذا الصراع هذا الصراع في مخطط استعماره يستهدف هذه المنطقة نحن كفلسطينيين رأس حربه نحتاج إلى حاضنة عربية وإسلامية لنستطيع أن نعمل توازن نحن نشعر أننا الآن لسنا في وضع أنه هو التوازن لحتى نتفاوض مع هذا العدو لنأخذ منه هذا موقفك من التفاوض أبو جهاد ترحب برفض السلطة الفلسطينية للذهاب إلى المفاوضات وإلا بتحقيق شروطها التي طلبتها تدعمون السلطة الفلسطينية عندما تقول الولايات المتحدة نرفض الضغط علينا وسنمضي في الذهاب إلى مؤسسات الأمم المتحدة للوصول إلى دولة فلسطين أخي هذه السلطة الموجودة في رامالله هي سارت من بعد الإشتياح الإسرائيلي في عام 1982 سارت في نهج عملية المفاوضات تماما عندما خرجوا من بيروت قالوا انتهت المقاومة وانتهى الكفاح المسلح وذهبوا إلى تونس ليفاوضوا الأمريكان والغرب وإلى آخره لا نريد الوقت لا يسمح لنا التحدث بالتفصيل فيه يعني في هذا الأمر هؤلاء الناس إذا أخذت من 82 نحن في عام 2014 شوف كم عقد مر من هالسنين ماذا حققوا للشعب الفلسطيني في نهجهم اللي هو نهج التسويات والتفاوض للشعب الفلسطيني هل حققوا اتفاقيات أوسلو التي اعترفوا فيها أمام العالم أن هذه فلسطين أو على الأقل 80% من فلسطين هي للإسرائيليين وليست لنا من كلفة هذه القيادة هل مهما كانت هذه القيادة هل هي مخولة أن تمنح التاريخ والحاضر والمستقبل لذلك نحن وجهة نظرنا أن موازين القوى الموجودة ومنذ سنوات متعددة لا تسمح لنا لعملية التفاوض يمكن يقولوا بعض الناس صلاح الدين الأيوي تفاوض هو والصليبي مضبوطه لكن في مراكز في توازن قوى ما شعرت أبو جهاد أن هناك فرق في القيادة الفلسطينية في التعاطي مع إسرائيل الآن أن هناك نفس جديد في عملية التفاوض مع إسرائيل أنا لم أرى أنت ترفض المفاوضات من حيث المبدأ هذا مفهوم لكن عندما رأيت المفاوضة الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية تقول لا هي تقول لا ليه لأنه هي عم تطلب بعض المطالب يعني أنت بتعرف الآن بعد النكبة الثانية النكبة الأولى في 48 ثم أجتنا النكبة الثانية في عام 67 واحتلت كل فلسطين ما هيك ولا لا يعني القطاع غزي اللي هو 360 كيلومتر والضفة الغربية اللي هي أكثر من 6000 كيلومتر مربع طيب هذي هم في مسارهم في عملية التفاوض منذ أوسلو حتى الآن فقدنا إحنا حتى الآن وهم لا يقولون الحقيقة على الأقل 40 إلى 50 بالمئة من مساحة الضفة الغربية في هذا الأمر فأبو مازن الآن يتحدث ويقول أنا أريد أن أتفاوض على الحدود أرس كيف؟ هذا هان ثم موضوع القدس ثم موضوع النتفق على حل مرضي لموضوع اللاجئين الفلسطينيين في هذا الأمر وأيضا أنا موافق على عملية التبادل الأراضي في هذا الأمر لكن هو يستند على أي قاعدة حتى في مطالبه هذه يستند على قاعدة قوية فلسطينية وحدة الصف الفلسطيني القوى المساندة لنا هذي كيف؟ عربيا وإسلاميا هو لا يستند على أي شيء طيب أبو جهاد جاءت وفود من السلطة الفلسطينية وبعضها كان تحت عنوان منظمة التحرير من داخل فلسطين إلى سوريا خلال أزمة مخيم اليارموك التي سوف نتحدث عنها تم التواصل معهم وماذا جرى خلال لقاءاتكم معهم؟ يعني لو أخذنا كمان سأختصر موقف منظمة التحرير الفلسطينية من هذه الأزمة التي تعصف في سوريا وسوريا أنتوا تعرفوا آخر معقل لنا نحن من سوريا انطلقنا في عام 65 ثم ذهبنا إلى الأردن وبعد الجريمة التي ارتكبت في حقنا في أيلول السبعين عدنا إلى سوريا ومن سوريا ذهبنا إلى لبنان وبعد الاشتياح الإسرائيلي للبنان في عام 82 عدنا إلى سوريا فسوريا هي قاعدة الارتكاز لنا كمقاومة وكشعب فلسطيني في هذا الأمر نحن بصراحة وما بدت المشاكل التعصر في سوريا نحن فوجئنا من موقف منظمة التحرير أذكر بعض المحطات هي عبارة مرور هو بيع مقعد منظمة التحرير لقطر في الجامعة العربية يأخذ الشيخ حمد عقد القمة العربية لا في الجامعة العربية في رئاسة الجامعة العربية مندوب منظمة التحرير أول الناس كان يرفع يده في طرد سوريا من الجامعة العربية يرفع يده في العقوبات على سوريا ذهب مع وفد إلى الولايات المتحدة الأمريكية يطلبون التدخل العسكري لكن بالمقابلة أبو جهاد لم يقطعوا التواصل مع الجامعة جاءوا إلى هنا وقالوا أن مخيم اليرموك بسبب المسلحين مأساة الشعب الفلسطيني كان لهم مواقف أخرى أنا عم بحكي لك هذا في سنة 11 وسنة يعني في بداية عزمة و2012 ثم بدأ بعد 2012 بدأ مثل ما بقوله التحسن في الموقف الفلسطيني ونحن كنا مبسوطين عليه يعني ما كنا مزعوجين بالعكس كنا نشجعهم وما في وفد كان يأتي حتى كانت الوفود اللي تأتي سابقا كانت سرية ما كانت تأتي يعني ترفض الأعلان عن وجود عن إعلان عدم كنا نلتقي معها ونقول لها أنه هذا الموقف اللي أنتم تتخذوه هذا موقف خاطئ أعرف كيف أنتم بدكم تذهبوا الآن للتفاوض وتقولوا بيد أمريكا 99% من أوراق من أوراق الحل في هذا الأمر طيب إذا أنتم فقدتوا سوريا وفقدتوا حزب الله فقدتوا إيران فقدتهم أيضا الوضع الفلسطيني الداخلي هذا الإسرائيلي ماذا سيعطيك هم والحمد لله بدأوا يعوه هذا الموضوع وبدأوا يغيروا في المواقع يمكن دخل عامل آخر أنه والله الإخوة في حماس وموقفهم من الذي يدور سنسأل عن هذا أخوة جهاد لكن تسمح لي فقط فيما يتعلق بمنظمة التحرير هناك تواصل بينك وبين الرئيس محمود عباس أبو مازن أنا على المستوى أنا على المستوى الشخصي لا بس أما مكلفين إحنا جهة عنا هي تتواصل مع محمود عباس شخصيا ومع الوفود التي تهتي أما أنا أنا بصراحة حتى الآن أقول يجب أن يضع الناس تحت اختبار أكبر من هذا الأمر طيب الاتفاق الأخير بين فتح وحمس كيف تنظر إليه الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة هذا الاتفاق يجب أن يكون أمامنا أمور في منتهى الوضوح هذا الاتفاق هو فقط لتشكيل حكومة مؤقتة تكنقراط تهتم في الأمور الحياتية اليومية لشعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة هذا اتفقنا عليه في القاهرة لكن البند الثاني التي اتفقنا عليه أما القضايا السياسية قضايا السياسية فتشكل هيئة قيادية من الأمناء العامين ومعروف منهم أسماءهم واللجنة التنفيذية وأيضا بوجود محمود عباس تصبح هؤلاء الناس هؤلاء قيادة سياسية هي التي تبحث المفاوضات وغير المفاوضات يعني هيئة عليا هيئة عليا للشعب الفلسطيني تشرف على الحكومة وتشرف يعني على الموضوع السياسي الموضوع السياسي هارسكيف في هذا في إطار منظمة التحرير هذا سيئة في إطار منظمة التحرير لكن للأسف حتى هذا الوقت هذا الإطار لم يجتمع ولا مرة هارسكيف هذا الإطار للتذكير هذا اتفقنا عليه في عام الفين وخمسة تخيل إمتى الفين وخمسة يعني قبل تسع سنوات هارسكيف في القاهرة حول هذا الإطار في هناك تحرد في هذا الموضوع هارسكيف في تفرد هالأخوة في رمالة حول بموضوع التسوية السياسية في المفاوضات هذا ما بيحق لهم هذا الكلام في هذا الأمر هارسكيف يعني لا يحق يعني هذا الأمر محمود عباس أو غير محمود عباس في هناك هيئة قيادية اتفقنا فيها في عام الفين وخمسة وأكدناها في القاهرة في الفين ويدعش هذه مسئولية محمود عباس يدعي هذه الهيئة لتكون هي المرجعية السياسية وأنت على استعداد أبو جهاد لأن تكون فيها يعني هذا الموضوع إذا أشعرت أنا حقيقة أن هناك جدية فعلية للنهوض في الموقف السياسي على أرضية المقاومة مش على أرضية كما يقول محمود عباس أنا معترب بإسرائيل وحكومتي ستكون معترفة بإسرائيل مضطر أن أذهب إلى فاصل أبو جهاد لكن سؤال بجواب قبل أن أذهب إلى فاصل هذا يتطلب أن تكون هناك في فلسطين في رامالله مستعد للذهاب إلى رامالله للمشاركة في هذه الهيئة لا 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 اتفقنا أن يكون هذه الاجتماعات ليس في رامالله أن تكون في القاهرة أو في أي مكان آخر خارج الأراضي المحتلة لأنه نرى الناس الموجودة في رامالله هم وكأنهم تحت الأسر تحت الهيمنة الإسرائيلية هم تحت الابتزاز المالي اللي عم تقدموا أمريكا وأوروبا لهذه السلطة سيد أحمد جبريل الأمين العام الجبهة الشعبية تحرير فلسطين القيادة العامة سأتوجه إلى فاصل قصير ثم نعود لاستكمال الحوار مشاهدين فاصل ثم نكمل في هذا الحوار ابقوا معنا سلام الله عليكم مشاهدين من جديد من العاصمة السورية دمشق في هذه الحلقة الاستثنائية التي نستضيف فيها سيد أحمد جبريل الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة أبو جهاد لديكم تواصل مع حركة حماس حاليا أنا شخصيا هذا لا أتواصل يعني ما فيه لكن نحن مكلفين بعض الرفاق القيادين في التواصل معهم ومحاولة تصحيح لتصحيح مسارهم السياسي لأنه نحن نعتقد جازمين أنه في هذه الموقف اللي أخذته حماس وسارت فيه خلال هاتلاث سنوات أربع سنوات أضعف الموقف الفلسطيني الرافض لعملية التسويات لمطروحة حاليا وجعلت الساحة مثل ما أقوله فاضية لتحرك بعض الأطراف الفلسطينية كما ترى في هذا الأمر فهذا الموضوع نحن على تواصل في عملية النصيحة ماذا يقولون لكم أبو جهاد عندما تتواصلون معهم هلا قبل ما يخرجوا من سوريا أنا فار لقاءات بيني وبين أبو الوليد لقاءات متعددة وتتحمل ساعات وكنت أنصح وقلت له أنكم يمكن يكونوا يسمعني هلا أنتم تغامرون تقامرون ومو تغامرون حتى تقامرون فأنت ليش بدك هذا الموقف ليش بدك أنت تمسك حالك توح إلى عمانو وإلى قطر أنت بتقول في ضعف عليك داخلي من الإخوان المسلمين ها اذهب إلى بيروت واجلس في بيروت يا أخي وإن أبي نفسك جانبا على أقل هارس كيف يكون خط موجود لعملية الرجعة وأن تكون هناك مواقف سياسية هذه المواقف السياسية غير صدامية مع الإخوة في سوريا هذا ما كنت أنصحه وماذا كان يقول هو بالبدأ صار ينصحني تعطل معي أنا أقول له يبقى هون ويذهب إلى بي هم للأسف قامروا هات كيف مش غامروا قامروا وكانوا يعتقدون أن المنطقة ستقول إليهم وخلال أشهر وحتى كان يقول لي نحن راح نغيب كم شهر وعايدين هل هناك هل لمست أبو جهاد تحول في موقف حماس حاليا في الأول الأخير أنا أعرف جيدا من ذلك الوقت أن هناك قيادات مهمة في حركة حماس لا توافق على هذا يعني لا توافق على هذا النهج أرث كيف ويقول من مثلا يعني يعني من أبو مرزوق أرث كيف للدكتور في غزة الزهار الزهار إلى العالمي إلى آخر أنا أعرف ناس منهم عماد العالمي ودكتور لا يوافقوا يعني على هذا التصرف في الأمر هذا وأن يذهب أبو الوليد ليجلس في الدوحة هناك أرث كيف هذا موضوع أنا أعرف أنهم غير موافقين غير موافقين على أيضا سوء التفاهم الذي يمكن يحدث من خلال موقفهم هذا مع الجمهورية الإسلامية وهي شريكة سوريا وأيضا سيحدث هذا يعمل خلل أيضا بينهم وبين الأخوة في حزب الله اللي هم أيضا شريكين مع سوريا وأيضا نحن كتحالف وطني كتحالف فلسطيني أيضا هذا سيقع طيب أخوة أخوة جهاد قلت أن كلفت بعض رفاقكم في الجبهة الشعبية للتواصل مع حركة حماس ولا يزال الهدف من هذا التواصل ما هو أنه نبحث كيفية أن يعودوا إلى المقاومة ما أعرف كيف يعني أنا أريد أن أختصر في هذا الأمر في ألفين في هذا الأمر لن أريدك أن تختصر في ألفين وإدعش في زيارتنا آخر زيارة القاهرة وكان الأخوان المسلمين لسا ما سلموا لا مرسي السلم ولا حتى انتخابات المجلس كل ما أعرف سقط عسلم مبارك والطنطاوي موجود اتصلوا فيي أنا شخصيا وقالوا أنه والله بكرة معزومين على الغداء آخر كيف عند المرشد الإخوان الإخوان المسلمين محمد أستاذ محمد بديبي آخر كيف أنا اتصلت بأبو الوليد لأنه أنا وياه بن نصر فون قلت له إيه كيف قال إيه والله بكرة راحين إحنا وياكم والجهاد وروحنا وقال لقينا كل مكتب الإرشاد للإخوان المسلمين كاملة حتى الدولة موجودة ما أعرف كيف مش غداء أنا فكرنا غداء محدود فأرادوا أنه طلبوا مننا نحكي أبو الوليد بيسمعني الآن قال ما منحكي إحنا وبجود أبو جهاد أبو جهاد أبو جهاد أبو جهاد قلت له لا يا أخي احكي أنت هكي رفع قلت له يحكي رمضان رمضان قال لا قلت له مشوفوا أنا إذا بدي يحكي أنا صريح كثير وفيه ناس ما بيعرفوني بصراحة يمكن يزعلوا من هذا الموضوع فوقفوا قالوا لا احنا منعرفك قلت لهم أنا سأبتدي بنص المليان من الكباي بس قبل ما ابتدي أنا بدي أقولكم هذول الأخوة تبع حماس لاعدين أبو الوليد وأخوانه هذول والشهداء اللي سختوا في حماس من شيخ أحمد ياسين والرانتيسي هذول كان لهم دور وكبير وهام في النهوض في حركة الإخوان المسلمين طالعوكم من القمقم إلى الأعلى هذول كيف وأعد احكي مستفيدا الوقت الآن لا يتسع هذول كيف فلذلك أنا أقول لكم أنتوا سحبوكم لعندهم إلى المقاومة أرجوكم لا تسحبوهم هلا أنتم جايين بكم تربحوا انتخابات برلمانية وانتخابات رئاسية لا تسحبوهم لعندكم اطلعوا إلى برنامج المقاوم هذا البرنامج هو اللي ممكن يعطيكم القوة والمنع وحب الجماهير لكم في هذا الأمر للأسف هذه النصيحة اللي هي في عام 2011 بشهر خمسة أعرف كيف لا هم سحبوا يعني أبو الوليد إلى أعادوا إلى القمقم نعم هلا احنا عم نحاول كيف نعيد ونساهم احنا والاخوة في جمهورية الإسلامية في إيران والاخوة في عزب الله وأطراف متعددة كيف تعود يعني حركة حماس تريدون إعادة حركة حماس إلى دمشق هذا هو الهدف بالنهاية هذا ما نريده ولكن هناك مراحل لابد أن هذه المباحثات أو المشاورات أو الاتصالات تؤدي نتيجة حتى هذه اللحظة إيجابية هو ليس أمامنا يعني لازم يفهموا كل الناس أنه لا بد من تشكيل محور مقاومة لحتى نواجه هذا المحور الأمريكي الغربي الإسرائيلي وبعض الفلسطينيين المستسلمين هذا المحور لا يمكن أن يكون إلا قاعدة سوريا وإيران إن شاء الله بكرة في العراق واللبنان وحزب الله والفلسطينيين هذا اللي نعمل فيه التوازن وعلينا أن نعمل لنبني هذا وأنا بقول لأخوان لأخواتنا في حركة حماس عليكم أن تغيروا وأن تبدلوا في خطابكم الإعلامي والسياسي وبدأ فتح القنوات مع هذا المحور بشكل جيد لأنه هذا اللي بيحمل قضية يعني لا يكفي أنه الأخ اسماعيل هني يقول نحن لا يمكن أن نفرط لشبر في فلسطين كيف أنت من قطاع غزة بدأت تحرر في فلسطين مع احترامنا واعتزازنا لشعبنا في غزة نعطيه أوسمة يعني إحنا إذا شعبنا في غزة استطاع يوصل إلى توازن رعب بينه وبين العدول الإسرائيلي كتر الله خير هذه فلسطين لا يمكن أن تعاد إلا بتغيير في موازين القوى العربية والإسلامية لمصلحتنا لذلك علينا كلنا إذا كنا حريصين على مشروعنا مشروع المقاومة ومشروع فلسطين أن نضع مدماك فمدماك لنبني هذا المحور ليس أن نضع في هذا المحور موضوع مخيم اليارموك تسمح لأن تقل إليه لأنه أيضا موضوع ملح ومن القضايا الراهنة ويهم أكثر من 150 ألف فلسطيني كانوا يقيمون أكثر من 150 ألف فلسطيني كانوا يقيمون في مخيم اليارموك آخر الأنباء قالت بأن الفصائل الفلسطينية رفعت يدها عن هذا الملف وهو الآن الكلام ما دقيق بشأن نحكي بكل صراحة إحنا كنا منذ بدء يعني هلأ نحن في حزيران يعني في في أيار 15 أيار وخرجت جماهير شعبنا من هنا في انتفاضة في 2011 وركبوا الباصات وراحوا باتجاه الجولان وتعرفون هذا الموضوع وأيضا من لبنان واتجهوا إلى مارون الراس وإلى الحدود الفلسطينية وكنا نتمنى أيضا الفلسطيني الموجود في الأردن أن ينزل إلى الحدود كمان الفلسطينية على نهر الأردن نزحف هذا الزحف السلمي وحققت هذا البرنامج حقق مكاسب كبيرة جدا وأعطت 15 أيار 2011 بريق وأعادة الأزهان مرة أخرى لموضوع القضية الفلسطينية وسلب هذه القضية والبرنامج الذي يعد في هذه المنطقة هذا الموضوع نحن نفاجأ أنه في محاولة الزج الفلسطيني في سوريا وأيضا في لبنان في أتون موضوع اللي بيسمونه هذا مبرمج أبو جهاد هذا مبرمج بالتأكيد مبرمج بالتأكيد وإحنا منذ الأيام الأولى دعين الفصائل الفلسطينية هم بيسمعوني هلأ إلى اجتماعات متتالية أنا حضرت قسم من هذه وعم قلهم في ناقوس خطر في هناك محاولة لتشتيت الفلسطينيين من سوريا هالستمائة ألف فلسطيني هدول ضمن البرنامج مش يعودوا إلى الضفة الغربية أو إلى غزة هدول سيرحلوا إلى أمريكا الجنوبية وإلى سويد وإلى استراليا هكذا البرنامج الإسرائيلي اللي هو موضوع اللاجئين يا أخي كمال أنت بتعرف وفلسطيني هناك ستة ملايين لاجئ فلسطيني هكذا تاريخ طرد من أرضه ومن بيته ودمر بقوة الإرهاب والمجازر اللي ارتكبت بحقه خلال هالمائة عام اللي مضت في هذا الأمر لذلك إحنا كنا شايفين أبعاد هذه المؤامرة وطلبت أنا من الجميع من كل الفصائل أن نحمي هذه المخيمات وأن لا نسمح لها أن تكون جزء من اللعبة التي تستهدف سوريا أولا من ناحية الوفاء لسوريا وما قدمته سوريا عبر كل التاريخ الماضي والموضوع الآخر إحنا عارفين المؤامرة على سوريا تستهدف ليس بشار الأسد تستهدف الدولة السورية لا تستهدف النظام تستهدف الدولة الجغرافيا إيقاع الحرب الأهلية هذا الكلام في سنة إدعشرة ممبيع وهلا أنت أصبح واضح أمام كل الناس هذا الأمر للأسف لم يتم التجاوب الفلسطيني إخواننا في حماس تعرف أخذوا موقف والباقي نأوا بنفسهم وقل قليل من الفصائل وقفت معنا في هذا الأمر لتحييد المخيمات وأنا عم بحكي هذا الموضوع مش سر حتى أرسلنا بعض الوفود إلى هؤلاء المسلحين اللي حولها المخيمات نقول لهم بالحرف الواحد نحن لا نريد أن نقاتلكم نرجوكم لا يتيجوا تدخلوا المخيمات وتقاتلونا نحن شعب مشرد آلامه تاريخه إلى آخره تركونا جانبا نحن لن نؤخر ولن نقدم لا بالجغرافيا مخيماتنا في الموضوع حاد ولا في اللعبة السياسية في هذا الموضوع وتم وتم تواصل مع هؤلاء عنا معسكرات في غوط الدمشق الشرقية كانوا يمروا من جمنا المسلحين أرسل ما قتلناهم أرسل حتى كانوا يمروا يقولوا أنا بدنا مي نشرب نعطيهم مرة بعض منهم قولوا والله بدنا كاسي شاي يعني كنا نريد أن ننقى بأنفسنا عن هذا لأنه كنا عارفين أنه في مؤامرة لإدخال الوضع الفلسطيني في اللعبة السورية وفي المؤامرة التي تسل أبو جهاد وضع المخيم مخيم لأنه بحكيك يعني هذا الموضوع للأسف أنا أحمل بالأساس الفصائل الفلسطيني لو وقفنا رجل واحد ما كان صار مشان أحكي كمان أكتر من هذا الموضوع بعض الفصائل ما بدي سميها بالاسم وقفوا مسؤولينها يقولوا أنتوا عم تتخيلوا أن المسلحين بدون دخلوا مخيم وواحد منهم من القيادات بيقول أنا سأحلق أحلق نص شاربي إذا هؤلاء المسلحين بدخلوا إلى المخيمات هذا كان القصور الزهني وعدم فهم شو طبيعة المعركة الدائرة في هذا الموضوع إحنا سطعنا أن نحافظ على هالمخيمات كجبهة شعبية قيادة عامة لشهر 12 عام 2012 و 2012 ومنعنا أن تتم أي نشاط لا تكون هذه المخيمات مو بس مخيمة يرمو باقي المخيمات في سوريا لا ممر ولا مقر لهؤلاء المسلحين عاق لكن قدراتنا كانت محدودة وأنا حكيتها قبل هالمرة مع الميادين مع السادس غسان جده قلت له للأسف إحنا تركنا وحدنا خزلونا حلفائنا تركونا لوحدنا في هذا الأمر وما بدي أحكي أيضا بالتفاصيل لآخرين لو مكننا إحنا في ذلك الوقت عدنا 8 أشهر ومخيم اليارموك يعيش حياته تبقى المحلات الموجودة باسمعوني أهلي بمخيم اليارموك للساعة 2 و3 بالليل هن فاتحين محلات تجارية وكأن اليارموك والمخيمات شيء مغاير طيب أبو جهاد أنا استميحك عذرا للسؤال عن الآن الآن ما الذي يجرى نريد أن نعرف الآن مخيم اليارموك كيف كان في هناك مصالحة فشلت المصالحة إحنا مثل ما حكينا اليارموك له أهمية كبيرة لأنه هو خاصرة في دمشق من الناحية الجنوبية الغربية الشرقية في هذا الموضوع حتى عندما تمت المؤامر علينا وتجمع المسلحين آلاف منهم وهجموا علينا على اليارموك ونحن ندافع ونحن لم نقاتلهم هم أتوا لقتالنا واحتلال ولم تخفي المعارضة المسلحة في هذا الموضوع ولا السياسية منهم هل كيف عندما قالوا أن مخيم اليارموك هذه قطعة من سوريا وهذا ما مر إلنا للدخول لدمشي ما هيك ولا لا هل صحيح أبو جهاد أنكم طلبتم من الرئيس محمود عباس أن يتدخل لدى قطر للوساطة لخروج المسلحين من المخيم اليارموك لم يتم هذا الموضوع يعني نحن لم نتدخل ولم نطلب لكن مثل ما حكينا إحنا لما طلبنا بعدين من المسلحين أن ينسحبوا من المخيم ما رفضوا رفضا كاملا قلنا خلينا نقوم بنوع من نورجيهم أنه إحنا قادرين عسكريا استطعنا 25% على الأقل من مخيم اليارموك الآن ودخلنا في معارك وحطينا شهداء كثر يعني حطينا ب180 شهيد للجفة الشعبية الشعبية الغياد العامة و450 جريح يعني حلفائنا و أصدقائنا ما حدا سألنا هذا الشهيد كونس أو فيه ولهذا الجريح كيفكم سألو فيه يعني لا أعرف كيف للأسف يعني لكن نقاتل من موقف مبدئي ليس من موقف مزاجي لزيد من الناس وبيض احنا مقتنعين في هذا الموقف فحققنا مكاسب على الأرض يعني ضربناهم عسكرية عرفوا أنه إحنا لسنا ضعفاء بل أقوياء ومن ثم بدأنا عملية التفاوض معهم ووصلنا نحن والمسلحين عبر لجنة شعبية مستقلة هي كانت تنقل بيننا وبينهم وصلنا إلى مبادرة وآلية لتنفيذ المبادرة وانسحاب المسلحين من المخيم مع الفلسطيني يبقى وينضم إلنا لحراسة المخيم في هذا الأمر وهذا الاتفاق اللي عملنا بنوده معروفة طرحنا على الفصائل الأربعطاش وافقت عليه الفصائل الأربعطاش طرحنا على الأخوة في سوريا أرسكيف وافقوا عليه حتى منظم التحرير والسفير الفلسطيني أرسلوا لأخونا محمود عباس ووافقوا عليه جميعا لكن قالوا لا تنفردوا أنتم يا جبه الشعبي قيادة عامة بدهم كمان يعني يكونوا لهم حصة في عملية هالتسوية فنحن قلنا لهم على الرحب والسعة إحنا بدنا ما نقاتل الناطور نناكل عنه إحنا بدنا يرجع المخيم ويرجع المئة وستين ألف فلسطيني هذا لكن للأسف هناك تداخلات خارجية عم بتتمع المسلحين انتظروا من قبل من تداخلات خارجية من دول وأطراف متعددة في هذا الأمر تواصلنا مع الإخوة في حماس نطلب منهم أن يساعدوننا لأنهم في ناس هم هذو الأكناب ضيط المقدس عناصرهم كلهم كانوا في حماس وحماس لها تواصل معهم له هم يقولون ما في تواصل قلنا لهم ما في تواصل لكن نعرفهم احنا بالوجه فتمونوا عليهم انه لتنفيذ هذه المبادرة للأسف هذه المبادرة توقفت وجبهة النصرة والمنظمات المتطرفة الآن موجودة هناك وترفض تنفيذ هذا الاتفاق بينما هناك مسلحين فلسطينيين موافقين على تحييد مخيم في هذا الامر لكنهم للأسف ضعاف وغير قادرين انه يواجهوا جبهة النصرة طيب ابو جهاد حقيقة الوقت مر سريعا ولم يبقى لدينا سوى دقيقة واحدة وانا اريد في هذه الدقيقة في ذكرى النكبة ان توجه كلمة للشعب الفلسطيني في دقيقة اولا من حي شعبنا الفلسطيني من الطفل والرجل والمرأة من اهلنا في الموجودين على ارض فلسطين في 48 في الجليل وفي النقب واقول لهم انه والله نحن نعتز بهم ونعتز بقيمهم وبنضالهم الموجود اللي هو هناك ايرسكي ايضا اوجه الى شعبنا في الضرف الغربي واقول له الى متى ستبقى ترى بيوتكم تهدم والمسلطنات وتأكل الاراضي مزارعكم واتجاركم السجون اليوم خرجوا بعض المتظاهرين المدنيين باتجاه عوفر وانتو تعرفوا استشهد طفلين واحد عمر 12 سنة وحاربا انا احييهم واقول لهم علينا ان نقلب الطاولة الى انتفاضة ثالثة ليس تكون هذه الانتفاضة قادرة ان تغير في موازين القوى وليس كما تم اجهاد الانتفاضة الاولى باتفاق اوث انا اشكرك جزيلا الشكر احمد جبريل الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة شكرا جزيلا لك مشاهدين هذه الحلقة الاستثنائية التي جاءتكم في ذكرى النكبة من العاصمة السورية دمشق انتهت شكرا لمتابعتكم الى اللقاء اشتركوا في القناة